اخيرا انطلقت مشاريع تهيئة احياء بلدية ششار بخنشلة مشاريع جاءت بعد ان ذاق مواطن والاحياء مرارة العيش شتاء وصيفا بفعل غياب التهيئة بالاحياء كنا نعيش الامرين حيث انعدام الانارة وتهريئة الطرقات وعدم تهيئة مساحة خضراليهات الحي طريق التعنا بكري كان في حالة يرثى لها يعني الطريق وانت مشي تلقى الغارقة كي تصب النومة تلقى شوين تحط رجلك الولاد الذرالي صار من قشوين يلعبوا اشغال التهيئة اعادت الامل للمواطنين في تغيير صورة المدينة من خلال اعادة التهيئة العامة للشوارع والحدائق والساحات العمومية نشوف بلدية تنمية انطلقت انطلاقة نوعية ومليحة والمشاريع انطلقت في حي 50 ساكن في حي 24 فبراير هذه الجردة كانت في 20 سنة هي الجردة وكانت شوية نقصة في الخدمة ادرك اكثر فيها المشاريع برب ان شاء الله تتعدل رئيس البلدية كشف ان اشغال التهيئة هي امتداد لتزويد المدينة بالغاز الطبيعي بعد عمليات ايصال لغاز المدينة وتجديد قنوات المياه الصالحة للشرب بالنسبة لمعظم احياء المدينة حوالي بنسبة 90% وتمت الوفاء بالوعد المقدم للسكان اثناء زيارته هذه الفوجائية حيث تم تقسيم هذا المبلغ الى حوالي 31 مليار في اطار عملية المختطط البلدية الفرحة اذا عمت البلدية بفعل انطلاق الاشغال وعلى امل انهائها في اجالها واطلاق المشاريع القطاعية التي تنتظر